بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ورد إلينا سؤال على صفحة دار الإفتاء المصري على الفيسبوك يسأل صاحبه فيه عن أن والده قد انتقل إلى رحمة الله قد توفي وأنه يريد أن ينفعه بعد أن انتقل إلى رحمة الله فما الأشياء التي يمكن أن يفعلها كي يفيد والده بها والجواب نقول فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الثابت أن ابن آدم إذا مات فإن أعماله كلها تنقطع إلا من أشياء مخصوصة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وعليه فيمكن لهذا الولد أن ينفع أباه بعد انتقاله وهذا النفع ليس قاصرا فقط على الدعاء لكن هو نوع من أنواع النفع الذي قد يحصل للميت عن طريق الابن يدعو لأبيه يعقد صدقات جارية ويجعلها يعني علانية أن يكون الثواب لأبيه يمكن أيضا أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الوالد وكل هذه الأشياء وكل هذه الهدايا كما يسميها العلماء تصل إلى الميت ويشعر بها ويفرح بها ويوصل الله تعالى ثوابها إليه إن شاء الله ويكون الولد بهذا قد بر أباه ميتا بعد أن كان بارا به وهو حي وبهذا يظهر الجواب عن السؤال والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد